عثر خبير فنون هولندي على نسخة نادرة مسرقة لمؤلف للشاعر الفارسي حافظ الشرازي تعود للقرن الخامس عشر بعد سباق مع الزمن عبر دول عدة استرع انتباه الاستخبارات الإيرانية وكان الكتاب المرصع بأوراق الذهب وتقدر قيمته بمليون يورو تقريبا اختفى من عائلة تاجر إيراني مقيم في ألمانيا توفي في العام 2007 اتصل بي تاجر من ألمانيا وقال لي ان اشخاصا من السفارة الإيرانية زاروه وهم يبحثون عن دوان حافظ الشرازي الذي سرق في ميونيخ في العام 2007 ويظنون انه على صلة بهذا الامر قال لي بوضوح انه خائف ويشعر بالتهديد على رغم انه لا يعلم شيئا حول هذا الامر طلب مني ان اذوره فذهبت الى ألمانيا تحدثنا ورأينا ان افضل طريقة لمعالجة المسألة هي ان نجد الكتاب بانفسنا وبعد ابحاث في الاوساط السرية تمكن ارثر براند الملقب بانديانا جونز اوساط الفن من الوصول الى المؤلف ذي القيمة العالية جدا هذا الكتاب كان في حوزة رجل لا يعرف انه مسروق كان يعلم ان الايرانيين يبحثون عن هذا الكتاب كان مصدوما وغاضبا لكننا في النهاية اقنعناه بان يسلمه لنا وسيتوجه الخبير الهولندي الى ميونيخ لتسليمه الى الشرطة الالمانية اشتركوا في القناة